موسيقى السلام عليكم نشرة منتصف الليلة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين شركة الكهرباء تعلن استعادة 50% من قدرات توليد في الجناح الغربي من الشبكة العامة عقب الإضلام التام على المناطق الممتدة من راس جدير إلى سرط والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية بالكامل تحريات قوات السعقة تعلن مقتل أثنين من عناصرها نتيجة المعارك الدائرة وسط بنغازي ورئاسة الأركان الجوية بعملية الكرامة تؤكد استمرار عملياتها بالمدينة موسيقى مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى نبمبر 2018 وفرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الليبي بصورة غير شرعية موسيقى أن الشركة استعادت تحوى 50% من قدرات التوليد في الجناح الغربي من الشبكة العامة الذي شهد حالة إضلام تام صباح الجمعة حاليا الوضع العام تم استعادة 1500 ميجاوات من قدراتنا الانتاجية في الجناح الغربي للشبكة من إجمال 3400 ميجاوات يعني وصلنا إلى حوالي 50% من قدراتنا الانتاجية متوقع أن نصل لكامل قدراتنا الانتاجية 3400 ميجاوات في الجناح الغربي للشبكة العامة متوقع نصلها بعد 6 ساعات من اللحظة بعد 5 ساعات من اللحظة هذه وأوضح مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل بالشركة العامة لكهرباء محمود الورفلي أن الشركة رفعت من قدراتها لتوليد الطاقة منذ صيف الماضي لكن تزامن مع ذلك ارتفاع للاستهلاك نتخلنا الصيف اللي فات بنتكلم بحوالي 4500 ميجاوات 4600 ميجاوات اليوم نتكلم عن حوالي 5600 ميجاوات يعني زادت قدرتنا الانتاجية لكن مقابل هذا زاد الاستهلاك المفرط للمواطنين زاد فالحل مرة ثانية إن المواطن يخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت حدوث أظلام تام يوم الجمعة في الجناح الغربي للشبكة نتيجة العجز الكبير في التوليد وأوضحت الشركة في مؤتمر صحفي أنه نتيجة زيادة الطلب على الطاقة تجاوز العجز في توليد الكهرباء 1400 ميجاوات وهو ما أدى إلى خروج محطات التوليد في المنطقة الممتدة من سر شرقا حتى راس جدير غربا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية بالكامل وأضفت الشركة أنه منذ وقوع الحادثة باشر مهندس وفني والشركة العمل على إعادة الشبكة تدريجية وأوضح مسؤول التحكم بالشركة العامة للكهرباء عبد الباصد فرارة في نشرة سابقة أن حالة الإظلام التام جاءت نتيجة استمرار العجز الذي تعانيه الشبكة العامة والخروج المفاجئ للوحدات الاستعجلية بمحطة الخمس ونتيجة الاستمرار العجز في الشبكة ووجود عجل سبيل في القدرات الانتاجية مع خروج بعض وحدات التوليد في محطة الخمس الاستعجلية نتيجة المشاكل المصاحبة من اتفاع درجات الحرارة وعجل استقرار الشبكة نتيجة المشاكل الفنية المصاحبة لعملية العجز في طرح تحمل الشبكة العامة وخروج هذه الوحدة أدى إلى تسنف الخروج بعض وحدات الانتاج لمحطات الانتاج العاملة في المنطقة الغربية أكشف مسؤول التحكم بالشركة العامة للكهرباء عبد الباصد فرارة عن التوصل إلى اتفاق مع موظفية الشركة بالمناطق الرافضة لطرح الأحمال للبدء في طرح الأحمال خلال الفترة القادمة بالأمس القريب تم هنا فيه اجتماع تم مع جميع نتكلم نحن كشركة عامة للكهرباء تم الاجتماع مع موظفي شركة العامة للكهرباء بالمناطق الرافضة طرح الأحمال وتم الاتفاق على تنفيذ برامج طرح الأحمال في هذه المناطق وتم التوصل إلى حل وليس الحل الذي هو الأمتل ولكن تم التوصل إلى حل ولو كان جزئي لتنفيذ برامج طرح الأحمال في هذه المناطق نتأمل في المدة القريبة القادمة أن يتم هذا الحل بشكل دائم وشكل مستمر وقال عضو المجلس البلد ترابلس المركز ناصر الكريوي أن مياه النهر الصناعي انقطعت عن مدينة ترابلس نتيجة الإظلام التام مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المستشفيات لديها مخزون من الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية انقطعت الكهرباء على أبار لزود النهر وهذا طبعا ترتب عليه انقطاع المياه على مدينة ترابلس وعلى جميع المدين اللي هي تاخذ المياه من النهر الخدمة الثانية اللي هي بالنسبة عملية المستشفيات المستشفيات طبعا الحمد لله نحن اليوم عملنا لفع لمجموع المستشفيات فيها وقود بالنسبة للك لكن هذه مش حتسد يعني فترة طويلة أكدت تحريات القوات الخاصة السعقة ببنغازي والموالية لعملية الكرامة مقتل اثنين من أفراد الكتيبة مائة واثنين وثلاثة وثلاثين يوم الخميس نتيجة المعارك الدائرة بالقرب من الفندق البلدي وسط بنغازي وقالت قوات السعقة عبر صفحتها على فيسبوك إن منطقة وسط البلد شهدت يوم الجمعة اشتباكات مسلحة بين مجلس شورة ثوار بنغازي وقوات عملية الكرامة بالقرب من الفندق البلدي هذا وقد ذكرت مؤسسة الفتح للإعلام أن عناصر مجلس شورة ثوار بنغازي تمكنت من صد محاولة تقدم لقوات عملية الكرامة في منطقة سوق الحشيش وأوضحت المؤسسة المقربة من مجلس شورة وار بنغازي أن عناصر المجلس تمكنت أيضا من قص عدد من مقاتل عملية الكرامة ومنعهم من التقدم رغم القصف المدفعي والجوية المكثف وأضافت المؤسسة أن قوات الكرامة تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة الكمائن والألغام الأرضية التي زرعتها عناصر شورة ثوار مشيرة إلى تواصل استهداف مناطق الصابر وخريبيش بالقصف المدفعي والجوية أعلن مصدر طبي من داخل مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المستشفى استقبل 19 قتيلا و86 جريحا تابعين لقوات الكرامة وذلك منذ انطلاق العمريات العسكرية الأخيرة في المدينة أقل المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار إن هذه الحصيلة ناتجة عن اشتباكات محاور وسط البلاد وسوق الحوت والصابر بين قوات الكرامة وشورة ثوار بنغازي نبقى في بنغازي حيث نفت رئاسة الأركان الجوية التابعة لعملية الكرامة انتهاء عملياتها العسكرية في المدينة مفندة كل الشائعات والأخبار التي تتحدث عن توقف طلعاتها الجوية وأكدت رئاسة الأركان الجوية الموالية لعملية الكرامة استمرار عملياتها العسكرية في محور الصابر وسط المدينة إلى حين السيطرة على المنطقة بشكل كامل حسب قولها من جهتها أفادت مؤسسة الفتح للإعلام الموالية لمجلس شورة ثوار بنغازي باستمرار القصف الجوي والمدفع على منطقتين سيد خريبيش والصابر لافتة إلى أن الغارات الجوية نفذتها طائرات دون طيار بمدافع موجهة بالليزر وفق المؤسسة أفادت تحريات القوات الخاصة السعقة ببنغازي باندلاع حريق بالقرب من السوق العام في منطقة سيدي يونس نتجة عنه احتراق خمس عشرة سيارة كانت مركونة بأحد المعارض المخصصة لبيع السيارات في المنطقة هذا ولم تكشف تحريات قوات السعقة عن سبب الحريق مضيفة أنه قد تمت السيطرة عليه بالكامل في سياق آخر أكد أمير تحريات قوات السعقة مرع الحوتي سقوط قذيفة هون على منطقة أرض الشريف يوم الخميس لافتا إلى وقوع أضرار مادية دون أن تسبب في إصابات بشرية وفق خوله طالب عميد بلدية سرط مختار معداني حكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على ملف إعادة الإعمار في المدينة والمشاكل التي تعانيها أحياء الجيزة البحرية والحي رقم واحد والمنارة جراء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وأوضح المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه يتعين على حكومة الوفاق الوطني اتخاذ إجراءات عاجلة ونظروا في أوضاع أكثر من سبعة آلاف عائلة نزحت خارج المدينة خلال المواجهات مع التنظيم وتخفيف الأعباء عنها جراء ارتفاع أسعار الإيجار في المناطق التي نزحوا إليها حذر عميد بلدية سبعة حامد الخيالي الجيهات المسؤولة من تفاقم أزمة الصرف الصحي في المدينة بعد قيام مجموعة وصفها بالخارجة عن القانون بسرقة المولدات الكهربائية الخاصة بمحطة التنقية التابعة لشركة المياه والصرف الصحي وأوضح الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن غياب الجيهات الأمنية ساهم بشكل كبير في تفشي عمليات السطو على ممتلكات الدولة والمواطنين ناشد المكتب الإعلامي لشركة المياه والصرف الصحي بسبها الجيهات المسؤولة بسرعة تدارك الأوضاع محذرا من كارثة بيئية لافتا إلى أن الاعتداء على محطة الصرف الصحي أدى إلى تشغيلها لساعة واحدة اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء الخميس قرارا يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى الخامس عشر من نوفمبر الفين وثمانية عشر ونص القرار على فضل عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير شرعية بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطنية جدد مجلس الأمن الدولي قرارا سوتت عليه الدول الأعضاب الإجماعي في جلسة مساء الخميس يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى الخامس عشر من نوفمبر الفين وثمانية عشر القرار الدولي نص على فرض عقوبات على من يحاول تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير شرعية بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني كما قدم مجلس الأمن الدولي توصيات دعا فيها حكومة الوفاق الوطني إلى أن تمارس الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطتها في إطار الاتفاق السياسي مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية في البلاد وفيما يتعلق بدعم الأطراف في الداخل طالب مجلس الأمن بضرورة أن تعمل حكومة الوفاق على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا داعيا جميع الدول الأعضاب الأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد وفي ردود الفعل الدولية شددت بريطانيا على أن العقوبات جزء من الحل الذي يتطلب مصالحة سياسية تامة ضغوطات جديدة تؤكد وفقا لمراقبنا وجود اختراقات ومخاوف دولية متزايدة من حظر تصدير النفط والسلاح بطرق غير مشروعة كان قد كشف عن بعضها تقرير الأمم المتحدة الأخير عند اتهامه لدولة الإمارات بالتورط في خرق الحظر المفروض على السلاح المقدم لخليفة حفتر وهو ما يثير تساؤلات عن مدى ضمان تلك الضغوطات لتطويق أي خرقات جديدة قد تؤزم الأوضاع الراهنة هذا وقد أكد مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي المهد المجربي خلال جلسة مجلس الأمن أن تجاهل تعديل نظام العقوبات المتعلق بتجميد الأصول الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار سبب للمؤسسة خسائر مادية فادحة بلغت وفقا لتقديراتها أكثر من مليار دولار سنويا اعتبر المجربي أنه لا مبرر لحدوث هذه الخسائر وقد تؤدي في بعض الحالات لإثراء المؤسسات الأجنبية المؤتمنة على هذه الأصول على حساب الشعب الليبي لافتا إلى أن عدم معالجتها فورا يهدد باستنزاف موارد المؤسسة بشكل كامل كما نوها مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن بما وصفها بخيبة أمل ليبيا من عدم استجابة المجلس للمطالبات المتكررة لتعديل نظام العقوبات على الأصول المجمدة لضمان الحفاظ عليها وحمايتها من التآكل منذ عام 2011 خسائر تبلغ وفقا لحسابات والتقديرات المؤسسة الليبية للاستثمارات أكثر من مليار دولار سنويا وهذه الخسائر لا مبرر لحدوتها أطلاقا كما أنها تود في بعض الحالات إلى أتراء المؤسسات المالية الأجنبية المؤتمنة على هذه الوصول على حساب الشعب الليبي وإن لم يتم معالجتها بشكل فوري ونهايي فإنها تهدد باستنزاف موارد المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل كامل قد اعتبر العضو السابق بلجنة الحوار السياسي أشرف الشح أن قرار مجلس الأمن الأخير يعد إيجابيا في مجمله خاصة فيما يتعلق بحضر السلاح وتصدير النفط خارج المؤسسات الشرعية للدولة من جانبه قال الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل إن قرار مجلس الأمن يلقي مسئولية كبيرة على حكومة الوفاق والتي تفتقد للوسائل اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها يلقي بالمسئولية كبيرة جدا على حكومة التوافق وهو يعرف أن حكومة التوافق ليست لها الوسائل المادية والسياسية واللوجيستية للقيام بالمهمة الموكلة لها نشاطون متواصلة وفيها بعض الفاصل وكالة رويترز تقول أن أنتاج ليبيا من النفط الخام تجاوز مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ أربع سنوات شركة الكهرباء تعلن استعادة خمسين في المئة من قدرات التوليد في الجناح الغربي من الشبكة العامة بعد الإظلام التام على المناطق الممتدة من راس جدير إلى سرة والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية بالكامل تحريات قوات الساعقة تعلن مقتل أثنين من عناصرها نتيجة المعارك الدائرة وسط بنغازي ورئاسة الأركان الجوية بعملية الكرامة تؤكد استمرار عملياتها بالمدينة مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى نوفمبر 2018 وفرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الليبي بصورة غير شرعية أهلا بكم من جديد بعد مرور أكثر من ست سنوات على نزوح أهالي تورغة رفع صوت الأذان في مسجد المدينة العتيق من قبل شباب تورغة ومصراتة في مبادرة لحل الخلافات والتسريع في تنفيذ قرار عودة المهجرين إلى بيوتهم أجبر الضرر من المدينتين التقرير تالي يرصد أبرز منص عليه حراك دعم ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وعودة نازحين الذي أطلقه شباب المدينتين أخيرا رفع صوت الحق بعد أكثر من ست سنوات على نزوح أهالي تورغة من مدينتهم الأم هنا في المسجد العتيق أو كما يسميه أهالي تورغة بجامع العين التقى مجموعة من شباب مصراتة وتورغة في جلسة ليبية بسيطة ناقشوا خلالها الصعاب التي تواجه ملف عودة المهجرين وتعويض المتضررين من المدينتين وسط أجواء أخوية تسودها المحبة والوئام اليوم قاعدين في تورغة بعد ست سنوات تحجير وحنا شباب خوتنا مصراتة والحمد لله وصلنا للمرحلة زي هذه نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الخطوة التي ذرناها هذه ترسل رسالة ليس غير التورغيين بس ومصراتين بس الليبيين كلهم لأن ليبيا اليوم في حاجة مصالح واليوم نحن الغرض الرئيسي اللي جايين على الخاطر أن نوصلوا رسالة راهو أن نحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى الحل الخلاف الليبين حتى ولو كان مشكل جزء في هذه العين الزرقاء المحاطة بأشجار النخيل الذي يطرب أحسيسه الأذان اتفق شباب تورغة ومصراتة على إطلاق حراك شببي برعاية مؤسسة نادي الحوار والمناظرة بمصراتة يجمع شباب ونشطاء المدينتين للضغط على أصحاب القرار وحثهم على تنفيذ قرار العودة الذي وقعه المجلس الرئاسي مؤخرا فضلا عن إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت لضمان تحقيق المصالحة الشاملة وطي صفحة الماضي في أمل أو في حوار حقيقي يجب أن يكون في ليبيا نأمل أن تكون ملف مصالحة تورغة هو النواح حقي للحوار والمصالحة نتمنى أن نعيش في سلم اجتماعي حقيقي وأن لا يتم استغلال ملف تورغة كشماعة يستعملها السياسيين لغراضهم الشخصية خطوة جديدة يشهدها ملف تورغة ومصراتة بعد جولات من الحوار بين مسؤولي المدينتين والتواصل لاتفاق يقضي بحل الخلافات وعودة المهجرين إلى ديارهم وسط أمال في تنفيذه وإنهاء معاناة استمرت لأعوام نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بقطاع النفط قولة إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع يوم الجمعة إلى أكثر من مليون برميل يوميا للمرة الأولى خلال أربع سنوات وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى الاتفاق المؤقت مع شركة فنتر تشال الألمانية للسيناف الإنتاج في المواقع التي تديرها بعد توقفه بسبب خلاف تعاقدي وكانت المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميا مع نهاية شهر يوليو الجاري ارتفع إنتاج حقل ماجد النفط إلى أربعة آلاف برميل من النفط الخام يوميا بعد توقف دام لأشهر بسبب عطل في محطة الكهرباء الرئيسية التي أعيد تشغيلها وأوضحت صفحة حقلي مثل وماجد عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك أن مشغلي الحقل تمكنوا بالتعاون مع مجموعة الصيانة في قسم الكهرباء من إجراء تحوير فني وتركيب منظومة تحكم وحماية يدوية بشكل كامل لإعادة عملية التشغيل في أخبار الرياضة تعادل فريق الأهل طرابلس مع اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لمثله في مباراة جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الطيب لمهيري باسفاقس التونسية في إطار الجولة الخامسة من دور أبطال أندية أفريقيا افتتح اتحاد العاصمة الجزائرية التسجيل في الدقيقة السادسة عشر عن طريق اللاعب فاروق شافاي قبل أن يعد الأنيس سلتو النتيجة للأهل طرابلس في الدقيقة الثامنة والثلاثين يتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد ثمان نقاط معه أفضلية لفريق اتحاد العاصمة بفارق الأهداف يشار إلى أن الأهل طرابلس سيقابل في التاسع من شهر يوليو الجاري فريق الزمالك المصري بالاسكندرية في إطار الجولة الأخيرة وهذا ختم النشر إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها شركة الكهرباء تعلن سعادة خمسين في المائة من قدرات التوليد في الجناح الغربي من الشبكة العامة أعقب الإظلام التام على المناطق الممتدة من راس جدير إلى سرط والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية بالكامل تحريات قوات الساعقة تعلن مقتل أثنين من عناصرها نتيجة المعارك الدائرة وسط بنغازي ورئاسة الأركان الجوية بعملية الكرامة تؤكد استمرار عملياتها بالمدينة مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى نوفمبر 2018 وفرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الليبي بصورة غير شرعية شكرا لكم على حسن المتابعة وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة